لاحضور لنواب القوى السنية الثلاث المتفقة على تسمية رئيس جديد للبرلمان في جلساته تركوا مقاعدهم شغيرة معلنين مقاطعة الجلسات لحين إدراج فقارة انتخاب الرئيس على جدول العمال والله يعتبر موقف سياسي في الواقع على الضغط على الكتل الأخرى لغرض تسهيل حقيقة انتخاب الرئيس باعتبار استحقاق المكون فلابد حقيقة انه تكون يعني ظروف مواتية لحسم هذا الموضوع المفاوضات مستمرة وبينشد وجذب وهناك قرحات عديدة طبعا من الكتل وإن شاء الله تتمخض الأيام القادمة عن حسم هذا الأمر أما عن الأجواء السياسية خارج حدود قاعة عقد جلساته فتكشف عن اجتماعات خاضتها رئاسة المجلس بالإنابة مع رؤساء الكتل النيابية تخللتها يعادة طرح أسماء جديدة لخوض غمار المنافسة على المنصب ولأجل الوصول إلى صيغة اتفاق لتحديد موعد الجلسة طبعا بالفترة الأخيرة حرثت أو شهدت هناك عدة اجتماعات بين الرؤساء الكتل السياسية ورؤساء الأحزاب لطرح عدة أسماء للترشيح ونرتقب خلال هذا الأسبوع والأسبوع وبعد هذه الأيام عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس وتشير معلومات من مصادر سياسية داخل المجلس عن مفاوضات تجريها قوة متنافسة على المنصب مع الإطار التنسيقي لتعديل فقرات النظام الداخلي بما لا يتعرض قانونيا مع فتح باب الترشيح من جديد واستبدال أسماء شابة اعتراضات من غالبية الكتل السياسية على الحديد قناة الفلوجة بغداد ترجمة نانسي قنقر